هاي سلام اصدقائي اعرف رسي مكن سمو مكن صلاحي ومعديش مع صواب من النهار الاول قلتها لكم ولكن اتوحشتم تقاني اتوحشتم صلاحي المصاجر لا 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 قررت نحليكم مواجبة علي يدك صديقاتي سلام اصدقائي اصدقائي كل ما عرفنا المعنى فقط مع شاطا ماطا صاحبة القلب الكبير وللاسم الحقيقي ديالها فاطم الزهرة بنت مدينتي في مدينة الدار البيضاء وبالضبط الحي المحمدي تحية لك خطيفة مزهرام من سديدي البرنوسي في مكان تشيجوقة شاطا ماطا تم كتناضل من اجل تحري الخبر باش توصلوا لنحنا بجميع التفاصيل محتوى ديالها ما تيفهمه غير الضواقة ولا عشاقة لماذا وصفت الفان ديالها بهذا الوصف هذا حيث فعلا محتوى راقي جدا فهي تقدم محتوى ما يمكن نقول عليه انه فن من نوع اخر وعالجت المواضيع والمشاكل الحساسة الانية والتي تتهم الشعب المغربي بصفة خاصة بطريقة فكاهية ممتعة من بين اليوتيوبر لانا صراحة ما تنفوت لهم حتى حلقة لانني فعلا تستفد منها بزاف ديال الحويج وكذلك كنت استمتع بالفرجة والضاحك الشخصية ديالها المرحة والقوية خلتها تدخل القلوب المغاربة وقلوب الناس بصيفة عامة بدون استئذان كيف ما يقول المثال ولكن مخبيه مراهب بزاف ديال الكلام بزاف ديال الهموم وكنا الحمد لله تنخبيوا همومنا وراء ابتسامات الامل صنعت الواحد اللقاء صحفي كانت دارته مع واحد القناة اللي تنشكرهم من هاد المنبر لانهم قربونا اكثر لشخصيات فاطم الزهرة وكذلك من خلال بعض الاشياء اللي حكاتهم لنشاطة ماطعة على نفسها على دراستها عائلتها وكانت بطريقة فكاهية وطريقة هزلية ولكن كان فيهم بزاف ديال العبار ووصلنا منهم بزاف ديال الرسائل واستفدنا منهم كذالي هاد شي اللي قلت في حق هاد السيدة هادي شوية من بزاف شكرا بزاف على هاد البادرة الطيبة وانا حبيت اناني نشارك فقط في المصابقة من حبي الشديد لك وكنتمنى ان شاء الله انه يجمعني اللقاء بيك في يوم الايام سلام عليكم عجباتكم زغمو لالي وانا عد نغنى عليكم وانا صرح عليكم وانا قلت سوا لحد القبيناتنا زغمو لالي زغمو لالا زغمو لالي زغمو لالا زغمو لالي زغمو لالا زغمو لالي شكرا أصدقائي شكرا